عقد وزير الموارد المائية والريهاني سويلم اجتماعاً لمتابعة إدارة المياه الجوفية وتوسيع استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه الجوفية وأكد سويلم على إلغاء ترخيص أي بئر يتم التلاعب بعداده والتعامل الحاسم مع الآبار المخالفة لتجنب استنزاف الخزان الجوفي كما شدد سويلم على تفعيل دور روابط مستخدمي المياه في إدارة الآبار وتوعية المنتفعين بمبادئ الإدارة الرشيدة وانتهت الوزارة من تحويل 145 بئر حكومياً للطاقة الشمسية وتستهدف تحويل 50 بئر إضافياً ضمن خطة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة